دخلت اليابانية موميجي نيشيا البالغة من العمر 13 عاماً فقط التاريخ أمس بفوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية على الإطلاق في التزلج على الألواح للسيدات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية في توكيو واعتلت نيشيا منصة التدويج مع البرازيلية رايسا ليل صاحبة 13 عاماً أيضاً التي حصلت على الميدالية الفضية واليابانية فونا ناكاياما صاحبة 16 عاماً التي حصلت على البرونزية ووصفت منصة التدويج التي شهدت اعتلاء اللاعبات الثلاث بمتوسط عمر 14 عاماً بأنها أصغر منصة تدويج فردي في تاريخ الألعاب الأولمبية